تسجل خطوات إضافية على طريق استكشاف كوكب المريخ فقد أعلنت ذكالة الفضائل الأمريكية ناسا تفاصيل عملية إحضار نحو 30 عينة من سطح المريخ إلى الأرض عام 2033 وذلك وفق خطة باتت تتضمن إرسال مروحيتين جديدتين إلى الكوكب الأحمر وكان الروبوت الجوال بيرسيفيرنس الذي هبط على سطح المريخ قبل عام ونصف العام استخرج 11 عينة صخرية حتى الآن إلا أن إحضارها إلى الأرض لدرسها بالتفصيل بحثا عن إمكان وجود أشكال حياة قديمة يبدو مهمة معقدة تحتاج إلى خطواتنا أين أصبحت مساعي استكشاف الكوكب الأحمر ينضم إلينا الآن من عمان زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية دكتور عماد مجاهد دكتور مجاهد مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن جمع صخور يعني حتى نسهل العملية ونبسطها جمع بعض الحجارة والصخور من كوكب المريخ ماذا نستفيد من هذه الصخور بعد دراستها وتحليلها إلى ماذا نتطلع في هذه الدراسات برأيك شكرا مساء الخير يعني الهدف الرئيسي الذي تقوم به وكالة ناسا من حوالي ثلاث عقود خلال العقود الثلاثة الماضية وربما أكثر كل ما تسعى إليه وكالة الفضاء الأمريكي ناسا وكذلك وكالة الفضاء الأوروبية إيسا والوكالة الصينية وغيرها والأوروبية تسعى لهدف أهم وهو البحث عن حياة في المريخ يعني الهدف البحث عن حياة خارج كوكب الأرض الآن أقرب كوكب يتوقع أن توجد به حياة خارج الأرض هو كوكب المريخ الآن حسب الظروف الحالية لا توجد حياة على المريخ ولكن تهدف ناسا من كل هذا العمل هو أن تسعى للبحث عدم إذا كان هناك مؤشرات لحياة كانت في الماضي قبل ملايين السنين على كوكب المريخ الآن كل الجهود التي بذلت كانت تهدف بالنهاية إلى جلب عينات صخرية من كوكب المريخ إلى الأرض بعد هذه المهمات والتي ستطلق قريبا وحسب التوقعات أو حسب المخطط لو قالت ناسا ستكون هذه العينات المريخية قد وصلت الأرض بعام 2033 ميلادي عند وصولها سيتم حجزها خوفا من أن تكون هناك ملوثات لأنه فيه هناك قد تكون هناك مواد خطرة على الحياة على الأرض صراحة أو ممكن يتأثر على البيئة على الأرض فيتم حفظ هذه العينات بطريقة صارمة ممنوع اللمس حتى تدخل إلى المختبر وتحليلها بطريقة أيضا صارمة دكتور عماد هل يمكن الحصول على أي معلومات الآن ولو معلومات أولية قبل وصول هذه العينات إلى الأرض هل هناك طريقة ما لا أدري للحصول على مؤشرات معينة من خلال فحصها عن بعد تعطي ربما بعض الإشارات إلى نتائج أولية على الأقل والله هذا سؤال جيد صديقي يعني أصلا معظم المركبات المريخية التي زارت المريخ وهبطت على سطحه الهدف الرئيسي في هذه المهمات هو البحث عن حياة قبل ما نفكر بالماء الماء الآن تم إثبات وجود الماء على المريخ ولكن الآن نريد أن وجود الماء لا يعني بالضرورة أنه كان فيه حياة على المريخ مشيك دكتور الآن ليس بالضرورة ولكن مبشر يعني يرفع المعنويات اللي نقول حسب التعبيري يرفع المعنويات وقد يزيد التفاؤل أنه قد تكون قد كانت هناك حياة في السابق الآن التجارب اللي عملتها المركبات حول البحث عن الحياة ليست بالدقة التي يتم إجرائها بتحليلها على كوكب الأرض التحليل هنا المختبرات تختلف الباحثون هم مشرفون بشكل مباشر على التحليل وبالتالي تحليلها على الأرض يختلف عن تحليلها من قبل الروبوتات والمركبات الموجودة على سطح الكوكب الأحمر طيب دكتور عباد تتحدث عن تفاؤل يعني إمكانية أن تكون هناك حياة ما الذي يدعو للتفاؤل؟ ما هي الأخبار الإيجابية؟ إذا اكتشفنا أنه كان هناك في مرحلة ما حياة على سطح المريخ ماذا نستفيد برأيك؟ هو يعني هي الهدف علمي أعتقد طموح علمي أنه أنا أبحث عن حياة خالج كوكب الأرض يعني هذا هو الشغل الشاغل لوكالة ناسا ووكالة فضائل تعرف تليسكوب جيمس ويب؟ يعني من أهدافه الرئيسية البحث عن الكواكب التي تدور حول النجوم شبيهة بالأرض والتي قد تكون عليها حياة يعني هذا من أهدافه الرئيسي للجيمس ويب يعني حقيقة كل أهداف وكالة ناسا الآن 80% من عمل وكالة ناسا باستكشاف الفضاء هو البحث عن الحياة سواء في المريخ أو في المجرة أو في الكون الآن سيدي كوكب المريخ هو قد يعتقد بأنه كان كوكب مليء بالبحار والمحيطات وغلاف غازي شبيه بالأرض قبل ملايين السنين ولكن لسبب أو لآخر تبخرت المياه إلى الفضاء وأصبح جاف الآن بما أنه كان هناك مياه قبل ملايين السنين وغلاف جوي مناسب ألا هذا يعني ألا يعني بأنه ربما كانت هناك حياة هذا ما يشغل ناسا وهذا ما يشغل تقريبها دكتور أعماد هذا كل هذه المركبات التي نراها الآن على الفضائيتكم إذا اكتشفنا أنه كان في حياة أو في حياة الآن على المريخ أو على غير المريخ هل هذا سينعكس إيجابا على وضعنا في الأرض هنا أم ماذا تحديدا؟ لا طبعا هي أعتقد طموح يعني علمي فكري إذا اكتشفنا حياة وتواصلنا معها شيء رائع لكن هبط على القمر ولكن لا ندري في المستقبل يعني كنا نستبعد أن يهبط على القمر الآن أصبح الفضاء مهم جدا بحياة البشر نحن نتحدث مع بعض عن طريق الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية الآن أقمار في الأرصاد الجوية البحث عن الكنوز والبحث عن الثروات الطبيعية عن طريق أقمار الصناعية الإنترنت وغيرها كلها وتحديد المواقع هاي برقمار الصناعية كل حياتنا الآن التطور العلمي والتكنولوجي أصبح ارتباطها ارتباط وثيق بالفضاء لا ندري في المستقبل قد تكون هلالك فوائد يعني على فكرة بضاد حيوي إذا صنع بالفضاء ستكون فاعليته الطبية أكثر بسبعين ألف مرة من البضاد الحيوي إذا صنع على سطح الأرض طيب للأسف دكتور عماد وقد ننتهى مع أنه الموضوع ممتع ربما في مناسبة أخرى نعود للحديث عنه شكرا لك الدكتور عماد مجاهد زميلة الجمعية الفلكية الملكية البريطانية كان معنا من عمان شكرا جزيلا